إِلْ قَضِيْنَا إِلَىٰ هُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُلْتَ مِمَ الشَّاهِدِينَ Yang ke-8, peserta ini akan membaca ayat Suci Kalamullah dari Surah Al-Qasas bermula dari ayat 43. Dengan segala hormatnya dipersilahkan. Yang ke-8, peserta ini akan membaca ayat Suci Kalamullah. Yang ke-8, peserta ini akan membaca ayat Suci Kalamullah. Yang ke-11, peserta ini akan membaca ayat Suci Kalamuh. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد من بعد ما أهلكنا القرون الأولى لا بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وما كنت من الشاهدين وما كنت من الشاهدين تزاويا في أهل مدينة تطلو عليهم آياتنا ولكن لا كنت مرسلين وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ قُورِ إِنَّا دَيْنَا وَلَاكِرْ رُحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرُ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ بِالْقُورِ أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ بِالْقِرِ أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ بِالْقِرِ أَتَاهُمْ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ بِالْقِرِ أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ بِالْقِرِ قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لأولا أرسلت إلينا رسولا فنستمع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق ومن عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي يا موسى أولا يكفر بما أوتي يا موسى من قبل قدوا سحران تظهر وقالوا إما بكل كافرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم شكرا شكرا شكرا